أهلاً وسهلاً بكم في المحاضرة التاسعة من دورة تعليم برنامج أكسل المستوى المتقدم هذه المحاضرة تتكون من جزئين الجزء الأول سنشرح الدالة إف إرار والجزء الثاني سنشرح طريقة عمل التقدير قبل شرح الدالة إف إرار سنأخذ مثال بسيط مثلاً عدنا جدول في هذه المنطقة الاسم عربي الاسم انجليزي الاسم عربي مثلاً عدنا علي محمد بها نور علي نكتب علي محمد وبها نور طبعاً هذا عدنا جدول هذا الجدول عبارة عن قاموس طبعاً بهذه الطريقة يتم صناعة القواميس هذا الجدول عبارة عن قاموس وعدنا هنا الاسم 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 عربي الترجمة عدنا مجموعة أسماء مثلاً محمد علي كاظم وهكذا طبعاً أريد أترجم الأسماء من خلال الدالة فيلوكوب راح أستخدم الترجمة طبعاً أستخدم الدالة وبالاستعانة بهذا الجدول أحدد هذه الخلية طبعاً تم شرح الدالة فيلوكوب في المحاضرات السابقة ولكن راح نعيدها في هذا المكان راح نروح على صيغ ومن ثم بحث وإشارة ومن ثم فيلوكوب قلنا أول خلية اللي هي وسيلة البحث اللي على أساس هالبرنامج راح يبحث طبعاً راح يبحثلي بالاسم العربي حتى يجيب لي الاسم الإنجليزي جدول البحث الجدول اللي راح يبحث به هذا هو الجدول وقلنا طبعاً نضغط على F4 من الكيبورد لتعريف المجموعة Call Index رقم العمود المطلوب وإحنا هنا نريد الترجمة أي الاسم الإنجليزي إذا حسبنا هذا العمود رقم واحد وهذا العمود رقم اثنين فإذا العمود المطلوب هو رقم اثنين وطبعاً أخير شيء المطابقة والمقاربة ستكون صفر حتى تجييني نتيجة F8 كما هي في الجدول ومن ثم نضغط على موافق مثل ما تلاحظون إنه إذا نزلنا Handle على علي راح يطينا الترجمة وإذا نزلنا على كاظم راح يطينا خطأ وذلك بسبب إنه كاظم ما موجود في قاعة تلبيانات وأيضاً إذا نزلنا Handle بشكل أكثر راح يطينا أيضاً خطأ لأن هذا الفراغ ما موجود من ضمن القاعدة المحددة حتى نتجاوز هذا الخطأ وطبعاً حتى الخلية تعرضنا أما نتيجة صحيحة أما فراغ يعني غير لائق إنه نعرض هذه الأخطاء نستخدم Dalla F Error كيفية استخدام Dalla F Error طبعاً نحدد هذه الخلية اللي طبقنا بها الدالة ونحدد الدالة من شريط الدالة طبعاً ندون يساوي ونأخذ نسخ ومن ثم Escape من الكيبورد ونحذف النتيجة ونذهب إلى صيغ منطقي ومن ثم نختار Dalla F Error طبعاً الدالة F Error تحتاج مطلبين المطلب الأول اللي هو الدالة المستخدمة طبعاً لصق هذه الدالة المستخدمة والمطلب الثاني اللي هو النتيجة المراد إظهارها في حال أنه وجود خطأ أو إرر طبعاً نقدر نكتب مثلاً خطأ في الدالة مثلاً ومن ثم موافق هنا رح تطلع لنا محمد لأن النتيجة صحيحة هنا رح تطلع لنا علي هنا رح تطلع لنا خطأ في الدالة والأفضل الأفضل أنه نترك العملية على الفراغ طبعاً حتى نعدل النتيجة نذهب إلى صياغ أو بشكل مباشر نضغط على الفكس اللي موجودة على يسار شريط الدالات ونغير خطأ في الدالة نخليها فقط فراغ ومن ثم أوكي طبعاً نقدر نسوي هاندل وبالتالي رح تلغين الأخطاء طبعاً الدالة في لوكوب مهمة جداً وأيضاً يجب استخدام مع هذه الدالة الدالة فرر لتخلص من الأخطاء طبعاً هذه الدالة ليس فقط استخدامها في الدالة في لوكوب ممكن نستخدمها في الكثير من الدالات حتى نتخلص من الخطأ الجزء الثاني من المحاضرة هو حساب التقديرات للطلبة طبعاً ممكن عمل التقدير بالكثير من الطرق مضمنها طريقة باستخدام الدالة F المركبة أو باستخدام الدالة في لوكوب وأنا طبعاً أفضل استخدام الدالة في لوكوب طبعاً بداية يجب عمل جدول بالفضل أنه الجداول المستخدمة في الدالة في لوكوب تكون في ورقة أخرى مثلاً سأخليها في هذه الورقة أكتب مثلاً الدرجة التقدير مثلاً هنا رح يكون صفر ضعيف خمسين ستين طبعاً حتى أنزل بشكل مضاعفات الرقم 10 أحدد الرقمين وأنزل إلى أن أوصل للتسعين رح يكون هنا متوسط أو مقبول متوسط جيد جيد جداً وامتياز ممكن أنه هذا الجدول يكون ببوردر حدود تمام جداً نرجع إلى الجدول الرئيسي مثلاً عندي هنا الدرجة التقدير مثلاً عدي 10 55 30 70 80 60 90 77 77 هذه لدينا درجات ونريد نستخرج التقديرات الخاصة بهذه الدرجات طبعاً نحدد الخلية المراد أضافة التقدير فيها ومن ثم نذهب إلى صيغ ومن ثم نذهب إلى بحث وإشارة ومن ثم الدالة في لوك أبو بعد ما تظهرنا هذه النافذة أول مطلب وهو وسيلة البحث أي أنه الوسيلة اللي من خلالها البرنامج رح يبحث لي على النتيجة طبعاً هذا رح تكون الدرجة هي نفسها وسيلة البحث الحقل الآخر اللي هو table array رقم العمود نحدد العمود هذا العمود اللي هو عمود التقديرات طبعاً لا ننسى أن نضغط على F4 الجزء الآخر اللي هو رقم النتيجة رقم النتيجة أو رقم العمود المطلوب طبعاً دائماً يكون رقم العمود المطلوب أكثر من واحد يعني مثلاً اثنين وهنانا في عمل التقديرات ما رح نستخدم صفر اللي هي فولس رح نستخدم true اللي هي المقاربة المقاربة يعني أنه إذا مثلاً عندنا درجة 55 رح يروح لهناك الجدول يلقى 55 ما يلقى رح يلقى مثلاً 50 رح يشوف أقرب للخمسين أو أقرب للخمسة وخمسين أي تقدير ورح يضعنا في النتيجة يعني معناه أنه رح تكون نتائج تقريبية على حسب المدايات الموضوعة في الجدول ومن ثم موافق مثل ما تلاحظون رح تطلعنا هنا ضعيف ومقبول وهكذا طبعاً نسوي handle للبقية وبإمكاننا أنه نضيف الدالة if error حتى نتخلص من الأخطاء طبعاً هذه أسهل وأفضل طريقة لعمل التقديرات طبعاً ممكن أنه إذا شفت المحاضرة الصعبة ممكن أن تعيدوها مرة أو مرتين رح تفهموها بشكل سلس وجيد نلتقيكم فيها المحاضرة القادمة بإثنه تعالى ترجمة نانسي قنقر